لا طالما شك العلماء بوجود ارتباط بين مشكلة العجز الجنسي وسحة القلب ومن أكثر النظريات ترجيحا تلك التي تقول إن الشريين التي تغذي العضو الذكري بالدم تنسد قبل شريين القلب التي تزيدها حجما لذا يعتبر العجز الجنسي تحذيرا من إمكان انسداد شريين القلب لتوثيق هذا الارتباط قام فريق من علماء الصينيين بمراجعة 12 دراسة سابقة شملت قرابة 40 ألف رجل ووجدوا أن خطر أمراض القلب زاد عند الذين يعانون عجزا جنسيا بنسبة فاقت 48% كما ارتفعت عندهم معدلات الوفاة أكثر من الذين لا يعانون مشاكل جنسية نتائج هذه الدراسة الكبيرة تتوافق مع نتائج دراسة أخرى نشرت مؤخرا في مجلة The Archives of Internal Medicine وأشارت إلى أن تعديل نمط الحياة وتناول الستاتينز أي أدويات تخفيض الكوليستيرول يحسنان مشاكل العجز الجنسي ولو بنسبة قليلة دي على أبي زاد دويهي العربية